كيف يستقبلكم العالم وتستمعون إلى خطباء رؤساء دول كبيرة عندما ينطقون اسم العراق وعندما يعملون ويتمنون على مرات أنغث من داخلي عندما كلمة لرئيس ولمسؤول دولة كبير يقول نحث الحكومة على العراقية على تحقيق مطالب شعبها نحث الحكومة على مكافحة الفساد عيب هذا المنطق أن يقال أمام رئيس دولة وعيب أن يقال هذا الكلام على دولة عمرها سبع تالاف سنة وعيب أن تلفظ بوجه رؤسائنا كلمة حارب الفاسدين ليش وصلت أنفسكم والبلد إلى هذا المستوى المهين عسنا ما نقول ذني كل الاندبهم وراء ظهورنا لكن أعطونا دلالات على أنكم تريدوا أن تبنوا بلد وأن تقيموا علاقات متوازنة من وحي المصلحة العراقية من أجل العراق وآله ونريد أيضا عندما تدخلون في أي محفل دولي عربي عالمي أقليمي طب هل رؤسكم مرفوعة السودان يقول هذا منجزي الكاظم يقول هذا منجزي العبادي الأفلان الرئيس النائب ليس بهذا الشكل الذي نراه في كل يوم نتراجع خطوات وأميال إلى الوراء ما لقينا بس الشعارات والدول المجاورة والأقليمية تصول وجول بداخل البلد برعاية منكم زين وبالطريقة التي حكمتم بها ترجمة نانسي قنقر